ايه اشهر الاعراض اللي انا ابتسمت لما حضرتك كولي احترام الاعراض لانه كانوا اساد زيتنا العظام وهم بيدرسولنا و احنا طالبة كانوا يقولوا ايه we have to respect chest pain يعني لازم نحترم قلم الصدر يعني فانا دلوقتي بسأل حضرتك باب النياب عن الناس ايه هي الاعراض اللي تستوجب التوجه الفوري لتخصص امراض القلب و ايه الاعراض اللي ممكن المتابعة معه يعني نفرقهم علشان برضو ايه الناس يعني فيه سمة كده في بلدنا فيه يعني الاطباء موصومين يعني انا بقول بجد يعني بمصطلح كده يقولك ايه يا عم الدكاترا بيهولوا او بيكبروا الحكاية مع ان الدكاترا والله ما بيكبروا هم بس الدكاترا بيفكروا في كل الاحتمالات فايه الاعراض اللي هي تستوجب التوجه الفوري او توجه بدون تأجيل يعني الى الطبيب وايه الاعراض اللي ممكن ان احنا نتابعها ونتابعها ازاي طيب الحقيقة محمد بما انا حقيقة قلت موضوع التهويل ده انا يعني عندي تعليق صغير ارجوك اهه التهويل عندي احسن من التجاهل ومن الاستسهال صحيح لان لما حد بيهول ممكن يكون هو بيهول عشان هو ما عندوش المقدرة الكافة للتشخيص كطبيب غير متخصص ولا حاجة فبالتالي بيقول للرجل خد بالك فلو طلع فيه حاجة زي ما ده حقيقة كده اه دي الراجل تم انقاذه خير اه بالزبط ما طلعش فيه حاجة بقى خلاص طمن احسن ما يتجاهل ويكون فيه حاجة والرجل تحصل له مشكلة صحيح بالنسبة للأعراض بقى الأعراض يختلف حسب مشكلة القلب اللي موجودة لكن هي أعراض القلب بتبقى ما بين ألام في الصدر النفس دي عدم قدرة على التنفس بشكل سليم المجهود قليل اغماء كامل او فقدان تام للوعي او احساس بالهبوط وعدم القدرة على اداء المجهود كالصادق دي الأعراض بتاعة القلب عمونة لو الواحد حس بيهزي الأعراض تعال اشوف تعال اشيك طيب وهنا المريض بيذهب للطبيب على طول ولا يقول ايه طب انا اعمل رسم قلبي الأول واروح بيه للدكتور طب انا اعمل تحاليل واروح بيه للدكتور يعني هل الصح ان الواحد يروح للدكتور كده ببعض يعني الادوات او الادوات التشخيص ولا الطبيب هو اللي بيقرر هو يعمل ايه لهذا المريض بالتحديد هو لو كان عنده اي حاجة سابقة يجيبها معاه لكن لو هو ما عندوش اي حاجة سابقة كفحوصات او تحاليل ييجي كده والاول احنا بنشوف لان ممكن يكون عمل حاجة تكلفه وما تكونش هي الحاجة المطلوبة في المشكلة بتاعته المريض حقيقة لما بيجي بيتم فحصه ومنظرته وحسب اعراضه وحسب المشاكل اللي موجودة عنه بيتم طلب التحاليل والفحوصات اللازمة للتشخيص انه زي ما حيك عارف طبعا دكتور محمد ان فحصات القلب كتيرة جدا فانهي فحص مناسب للمريض ده في العرض ده يختلف حسب مشكلته وبالتالي الطبيب القلب اللي بيشوف المريض هو اللي هيحدد الحاجة المطلوبة حسب مشكلته ترجمة نانسي قنقر